السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أهلا وسهلا بكم أيها الأحبة الأوفياء المتابعين اللي اتبعونا دايما في البداية نشكركم من كل قلبي على اهتمامكم وعلى نشركم للمقاطع أيضا على مراسلاتكم على المعلومات التي تصلنا فيهم ناس كنا نعرفهم زمان وانقطع الاتصال وعاودوا ورجعوا مجددا سعيد بكم جميعا انتقاداتكم أيضا هناك كثير من الانتقادات النافعة والمفيدة اللي وصلتني أما الكلام الفاحش البذيء أنا أراه ما عندوش مكان عندي إذا أردت أن أسمعك أيها المتابع الكريم خاطبني بخلقنا رفيع أما أنت تخاطبني بكلام شنيه وسلوك فضيع فتأكد أنه لن أسمعك أبدا ولا أهتم فيك ولا تعني لي شيء لذلك نشكركم جميعا وندعوكم إلى نشر المقاطع البعض يقول علاش ركثرت هنا تتكلم يا إخواني الكرام أنا زمان كنت دائما فطرة طويلة قضيتها نتحدث خير في شؤون دولية كثيرة حتى الفضائيات اللي تعيت لي تعيت لي على شؤون دولية وعدت أتفادة في ظل هذه الظروف وهذا الوباء وهذا كذا سر أتفاداها أحيانا أشارك هكذا على الماشي فقط الشان الجزائري كل القنوات أغلقت في وجوه الأبواب هذه قنوات وننتأكد لكم فيهم بعض القنوات ما جاهم لا خطاب رصبي لا قالوا لهم ما تجيبوش ألوار مال فقط ناس تخاف من خيالها ناس تسمي روحها سلطة رابعة وهي سلطة تمشي على أربع والله هي سلطة تمشي على أربع وليست سلطة رابعة ببعض السلوكيات ما الذي يضر عندما تلتقي الأراء كلها على مائدة واحدة وتتحدث في الشهر الجزائري ما الذي يضر عندما نتخاطب فيما بيننا بصوت رفيع وبكلام جميل وسلوك منيع ومثل هذه الأمور علاش وين هي المشكلة يعني نحن الجزائريين ينتحارب وينسب بعضنا يا راهي بهذه بلادنا هذه بلادنا عندما ننتقد رانا خايفين على البلاد عندما نشوفوا العوج رانا نقول رولا وجراه يشوفوا يا جماعة بعض الناس يجوا يقول كما أنتوما أنتوما الآيات الخارجية أنتوما اللي تتآمروا على البلاد نفس الشيء كانوا يقولوا فيه كي كنا ننتقدوا في بوتفليقة ذركة عادي يعودوا فيه نفسه تقريبا نفسه وغدوا يروح تبون يجي واحدة أخر ويقوموا يجي واحدة أخر ويطعم في تبون هذا من الناس الآن اللي تدافع غدوا تدافع الجديد ويظل يقولوا علينا إذا كان نحن يعطينا رأي متوازن راح يقولوا أيادي خارجي من حيث المبدأ الجزائر رهي في مرحلة صعبة والجزائر تمر في مرحلة صعبة بزاف وتحتاج إلى كل أبنائها وتحتاج إلى كل أولادها وتحتاج إلى كل الأراء تلتقي على مائدة واحدة إذا تعددت الأراء راهي نعمة إذا كان أصحاب هذه الأراء ناس لديهم أخراق ولديهم قيم ولديهم روح وطنية من ينتقد الأوضاع راهو علاش تعل الموكم إلا تخونوا يعني يجي كأنه أنا عندما نجي نعبر على الوضع الجزائري اللي هنا معناها رايح نزعزع الأمن القومي الجزائر هل الجزائر هش إلى هذا الحد حتى نزعزع لها أنا أمنها القومي واللي زعزع لها فلان وعلان آن والله يعني هذا شيء مؤسف جدا ومن يذر الدولة يذرها مسؤول يمارس في مهامه بطريقة خاطئة وممارسة خاطئة واضح أنها خاطئة ولا واحد ما عنده حتى سلطة يجي واحد يقول كه فلان راهو معطولوش منصب لذلك يدير هكذا يروح انت قدل يعده المنصب يروح انت قدل يعده المنصب علشان تأخذ حقوقك هتذا الأمور تمشي المهم هذا ليس موضوعنا هذه مقدمة فقط موضوع الليلة كثرت هذه الأيام دعوات إلى الحراك الشعبي مجددا وقلت لكم ما لها وما عليها يجب أن نؤكد على أمر هام أن المرحلة السابقة كلها الحراك الشعبي بصفته العامة وليست بصفتها الخصوصية على بعض الطيارات نتكلم على الحراك كحراك عام وقعت فيه أخطاء جسيمة نفس الشيء السلطة أيضا ارتكبت أخطاء جسيمة وهذه الأخطاء المتبادلة من الذي استفاد منه؟ استفادت منها عصابة بوتفليقة وليست عصابة بوتفليقة هي كانت العلبة السوداء وقبل عصابات تتوارث بعضها البعض تكمل مسيرتها كانت العلبة السوداء تكمل من جنرالات اللي كانوا يسمون فيها ضباط فرنسا هذم أيضا خلفوا علبة جديدة سموها علبة عائلة بوتفليقة والآن رهي تتشكل علبة جديدة جديدة وهي ماشية هناك ارتكبت أخطاء أنت الآن أنت تجي تصور الوضع له بائس تقول شوف يعني الخطاب البائس اللي يحس بأنه ما كانش مشروع الآن في هذه الأيام كي خرج توفيق وخرج عن توفيق من الحبس وكذا وكذا وش هي الحمل الحمل على الجيد صالح ها الجيد صالح داروا الجيد صالح اللي غلطتوا وصلنا لنا حتى أنتم غلطتوا حتى أنتم اللي اختزلتوا للمعركة في الجيد صالح في ذلك الوقت كانت خلطة وفي ذلك الوقت قلت لكم يا جماعة بما له من عيوب وما له من من إيجابيات وما عليه من سلبيات الجيد صالح راه أفضل ما دام تماها معاكم راه المؤسسة العسكرية في تلك المرحلة كانت كانت فرصة ذهبية استغلوها حتى واحد قال لي راه هو ظالم قتله هي ظالم الجيد صالح راه ظالم ها يضرب في ظالمين آخرين لو له وما طاحه استفيد أنت من هذه المعركة استغل أنت هذه الفرصة يقول لك لا راه وجاب دار تبون هو تبون وتبون اللي دار هكذا يعني أنت يلفاهم إذا كان أنت الحركة الشعبية رشحت واحدة أخر وصل الحكم وخلاه الجيد صالح يكمل حكم على حسب منطقك هذا رايح يجي غير المؤسسة العسكرية بكلها على من تضحك يعني أرى أني نفرض أرى هو أشرس معارض للسلطة الآن تولاها في 12-12 ديسمبر في 19 ديسمبر أدى القسم في 23 ديسمبر 2019 مات مات الجيد صالح وجاء شنقريحة وجاب المخطط هذا أنت يعود شكو اللي رح يحمي الرئيس أنت أصلا الرئيس كي رح يروح ثم الحرس الجمهوري تابع للجينيرالات لسيكيريتي ميليتير تابع عليه رايح تروح أذكر أذكر في هذا السياق أنه واحد المستشارين تعال رئيس الراحل محمد مرسي الله يرحمه قال لي لما دخلنا من قصر الرئاسة كنا عبارة عن أسرة ما عندهم حتى سلطة الحرس الجمهوري والأمن والمخابرات كل هما داخلين بقى أنه أنه وطع لنا الشرع وجينا الشرع راحوا إلى حقل الأفاعي كي نقول نفس الشيء إذن كيف تفكك هذا الأمر هذا الأمر يحتاج مخطط في ذلك الوقت قلتكم تماهوا معه خلينا نوصل رئيس ما هو الأفضل لو أنه وصلنا في ذلك الوقت رئيس من الحراك الشعبي مثل الحراك الشعبي وخلي دين فيه شنجري حاكمة هكذا تستطيع تخرج الشارع لأنه هذا الرئيس رأه انتخابات رأه كانت جماهيرية انتخابات أسطورية شارك فيها جامع وصل رئيس إلى الرئاسة جاء تحرك ضده شنجريحة وجماعة هذم على الأقل هناك تكون عنده قوة في الشارع تبون ما عنده حتى قوة الشارع ما عنده الشعبية في العسكر هاو ما عندهوش في الأمن ما عندهوش الأحزاب السياسية ما عندهوش اللهو قاعد ذاك ذاك وحده اللهو تحت المثلث الآن المثلث السلطة الآن شنجريحة خالب نزار توفيق هذه هي الحقيقة الآن إذن أنت الآن لما تجي تقول أدعو إلى الحراك الشعبي ما هي الأرضية أنتم أصلا مزقتم الحراك الشعبي من قبل واحد يجي يقول لي لا أو قيد صالح اللي مزق ومثل قيد صالح تشوف فيه عدو والقيد صالح له عدوك في ذلك الوقت أنت تحمل فيه ضده في لفة الديقاج تنتظر الديقاج يدير المينوت ليده يجي يسلم لك نفسه هاو عدو لعب لك اللعبة نمشوها بهذا المنطق كي نمشو بهذا المنطق معناها في هذه الحالة أنت متروح عدوك يجبد بك الحصيرة لهم نفسك كيفاش ما استغلتش الفرصة لما كان عندك الملايين في الشوارع لما كانت الجزائر العاصمة تهتز ما استغلتهاش من أجل أنك تفرض مشروع قعدت قعدت نهار كامل الجنرالات ديقاج الحراكة لانتخابات مع العصابات وبديت تحمل هذه الشعارات وكذا 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 ماذا درت الآن رحمي اللي تظهروا على العشرات باريس كانت تهتز والله تهتز نهارة أذكر دائما اليوم أحد وها دورك نهار خرج يعدون على الأصعب عاوش هل تستطيع الآن إخراج الجزائريين إلى الشارع مرة أخرى متى تستطيع تخرج لما يكون عندك مشروع يكون عندك مشروع حقيقي واضح وبين أعطينا المشروع ضع أرضية ضع استراتيجية ضع اتفاق ضع اتفاق يلتقي المعارضون وإذنه خبه السياسية بمختلف توجهات ما يلتقي ليش مجموعة من هار اللول مع بعضاهم في الفايسبوك مع بعضاهم في تويتر مع بعضاهم في اليوتيوب مع بعضاهم ينشر البعضاهم ومنصبين أرواحهم هم واجهة الحراك وبعد ذلك تريدوا أود أنكم أنتم تعدون الشارع العمل على إعادة الحراك الشعبي بدون استراتيجية وبدون أرضية وبدون مشروع معين رأيك تضرب في الريح بهلاوة حاب تخرج الناس يموتوا فقط هذا هو الهدف نتعك المؤسسة العسكرية نقولها لك المؤسسة العسكرية الآن مش كما وقت القيد صالح مش كيف كيف آها ما هيش كيف كيف مش القيد صالح يقول أتعهد ألا تسير قطرة دم واحدة الآن تخرج خلد نزار وتوفيق رهم البر ورهم شبه مستشارين عن شنقريح ورهم يلتقي ويتفقوا ويحطوا في الخطط وكذا 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 وكل ما يجري كل رهم المخططاتهم الآن أنا مش نخوف فيك أنا نحفز فيك ونعطيك هذا هو الواقع هذا هو المواج أنت قاعد لي يا أخويا في الخارج كما مثلي أنا أنا حاطة الهنا ندير لايب هنا أيها الجزائريون أخرجوا الحل في الحراك الشعبي ما كان لأرضية أراكم أشفتوا ما أنا قلت لكم القيد صالح رأوا كذا ببعليكم لو كان القيد صالح ما زال حي وصرا هذا اللي صرا نقولولو كذا بتعلينا رأوا ميتوا وخلهم في الحبس بل أنه توفيق في فيفري 2020 حكموا لهم بخمسة عشر سنة بعد وفاة القيد صالح بشهري تقريبا ولكن بعد انقلبت الأمور هو مات نهار كامل أنت جاي ذرك تندب لي وتوكل في وجهك وحب تثبت بقت مصدقيتك لأنه كنت انتقد في القيد صالح قبل هذا ماهوش دليل المناظر السياسي اللي يحط نفسه في الواجهة عندما يفشل في تحقيق إيصال هذا هذا النبض الشارع وإيصال هذه المظاهرات إلى تحقيق أهدافها فاشل يحكم فمه ويقعد في داره أما نهوش يهدر وبعد ذلك تبين أنه صحيح أنا قلت لكم أو شفتوا اللايف التاعي في سنة في ديسمبر وما دلت شواش أنا قلت لكم توفيق رح يخرج كي يخرج توفيق خرج توفيق قالك أنا قلت لكم أمس خرج وكان ما زال في الحبس أي مسرحية فقط يجي نهار ويخرج بهذه الطريقة تريدوا أن تعيدوا الحراكة الشعبية الجزائية أنا أقول لكم بكل وضوح العمل على استعادة عودة الحراكة الشعبية نعم العمل على عودة الحراكة الشعبية مجددا إلى الشارع بدون خطة وبدون تنظيم سياسي وبدون غطاء سياسي وبدون واجهات وبدون تمثيل حقيقي وبدون خريطة عمل وبدون أرضية واضحة ومطالب محددة هي مجرد مغامرة يرادوا منها فقط إسالة دماء الجزائريين في الشوارع مش معنى أني ننتقد في شنغريحة وننتقد في تبون ونقول العصابة رجعت نروح ندز ولاد الناس ونقول لهم أروحوا أروحوا روحوا للشارع بالحراك جيبوا حقكم تخرجهم هكذا فقط هكذا روحوا للشارع هكذا فقط ليقول لكم بهذا المنطق فقط لأنه يريد أن تسيل الدماء يريد أن تستمر الأزمة فقط من أجل أن يبقى عايش على حسابها وعايش على ظهرها لا الحراكي الشعبي مهم ورقة ضغط ويحتاجوه في هذه المرحلة لأن هناك انفلات كبير وهناك انقلاب على المصار وهناك أيضا مخططات جهنمية لعودة العصابة تحتاج إلى الحراكة ولكن ليس بهذه الطريقة كل واحد حال الفايسبوك نتاعه حال تويتر نتاعه وكلما يقول لهم الشعب الجزائري أروحه الحراكي الشعبي يستنى فيكم لا من المفروض أنه الآن الواجهات السياسية والنخب في الداخل خاصة وبدعم من الجزائريين في الخارج لأنه أنا بالنسبة لي لا فرق جزائري عايش في الداخل ولا في الخارج سيكذكيل كلهم كلهم جزائريين ولكن الموجود في الداخل هو أقرب الناس لمعرفة الواقع أقرب الناس إلى الإذاء قد يؤذى أقرب الناس إلى نبض الشارع والجزائري هكتعرف دائما عنده عقدة هذه كل شيء بالخارج يجي غالط وهذه العقدة خدمة الرؤسة والنظام خدمة أكثر مما يتصورها بدل أنت أيها الجزائري تقضي وقتك تجي تسيب بنيانا أريد أن يروح دافع على حقوقك المهضومة وبلادك اللي رايحة الهاوية أنا راني ننتقد بش نعاون فيك المهم إذن إخواني الكرام أن الذين يدعون إلى الحراك الشعبي بدون خطة عمل وبدون أرضية هي دعوة للفوضى الجزائريون اللي يسمعوا فيه لا تصدقوا هذه الدعوات ها هي للخطة كيف إذا أراد هؤلاء أن يكون ورقة ضغط يلتقوا على مائدة واحدة بمختلف الطيارة ما يلتقوا ليش عصبة وحدهم وعصابة هناك وحاجة أخرى في بلاسه يلتقوا كل واحد عندهم أرضية وكل واحد يحب يتزعب لا الوجوه المعروفة الوجوه المناظرة سياسيا وخاصة الناس اللي عندهم تشكيلات سياسية والناس الإعلاميين والناس اللي وجوه المعروفة واللديها حضور كلها تجتمع روحوا سيدي الآن رنا في زمن كورونا أعملوا ندوة موسعة خلال هذا الشهر للجزائريين يلتقوا فيها الكثير من النخب بمختلف الطيارات على الزوم سيدي افتراضية ويناقشوا إيجاد خطة عمل أرضية وميثاق يضعوا ميثاق لعودة الحراكي الشعبي إلى الشارع ها هو كيفش لازم يكون ها هي المطالب ها هي خطة العمل ها هو ماذا يراد هذا بعد كي تكون هذه الأمر مقنع فهو أما أنه كل واحد قاعد في داره كل واحد يراه كما هكذا يشوف يتابعوا فيها مثلاً عدد كبير على اليوتيوب ولا الفايسبوك خلاص حط نفسه باللي راه زعيم القوم وأن هؤلاء راه مجرد جنود عندهم في ثقنة كي يقولهم يلا أخرجوا هل للخمسين الف ولا الستين الف اللي يتابعوا فيه ولا المئة الف اللي يتابعوا فيه راههم غدوا يروحوا للشوارع ماهوش هذا في رأيي ماهوش هذا منطق أنا راني نتكلم لكم كمحلل كمحلل سياسي واستراتيجي لهذا الشأن بالطريقة هذه إذا كان تريد أن تعود إلى الحراك الشعبي بنفس البضاعة اللي أفلست عندك في الماضي في هذه الحالة رأي ورأي ورأي رأيك تبحث عن الانتحار ما عندكش استراتيجيا لا تريد النجاح تريد فقط أن الجزائر تظل في أزمة لتحقق مقاصدك ولتحقق أهدافك والله يا أيها الجزائريون هذه الحقيقة ولا أزايد عليكم لكن إذا كان أنا أيها الجزائريون خرجت للشارع قبل وأسقطت نظام بوتفريق وبدعم من المؤسسة العسكري وبدعم من الأجهزة هذه الحقيقة اللي نجم تفهمها وهذا من الناس المناظرين الآن يتكلموا عودة الحراك يقول لك لا رأي خرجوا في فيفري خرجوا الملايين عزيزي في فيفري الملايين كانت مدعومة من طرف أجهزة كانت تناهض نظام بوتفريق كانت مدعومة من الجيش ما جي تقول لي أنه الشعب حرر القيد صالح أول عجيبة لما يقولوا لي أنه الشعب حرر القيد صالح حرر المؤسسة العسكرية أوكي هاي المؤسسة العسكرية الآن في يد دخل نظاره توفيق هاي يروحوا حرره يعني ذركها هذه الدعوة تدعو للناس للخروج للشارع باشي حرر المؤسسة العسكرية والله لا أدري هل هذه سخفات هل هذا جهل هل هذا غباء لا أدري ما هو أنا حقيقة لا أدري ما هو السياسيين أعطوني سياسيين جزائريين نلتقوا يا أخوان لا شيء يسعد النظام الجزائري إلا عندما مثل ما يكون يشوف الجزائريين لا يلتقون على مائدة واحدة ولا شيء يسعد النظام الجزائري مثل ما يشوف الجزائريين يوكلوا في بعضها ولا شيء يسعد النظام الجزائري مثل ما أن يشوف دعوات إلى الحراك ببضاعة قديمة أفلست وانتهى ودفنت حتى مع القيصر روحوا شوفوا جربوا التقوا روحوا جربوا روحوا أخلقوا أرضية أنا شخصيا أدعو إلى هذا اللقاء أدعو إلى قبل دعوة إلى الحراك ضعوا استراتيجية وهذه استراتيجية تكون معلنة فيها مطالب من النظام فيها واضحة ها هي المطالب ها هي كذا كذا ها هي وهذه المطالب وهذه الأرضية توجه إلى المؤسسة العسكرية توجه إلى رئاسة الجمهورية توجه إلى رئاسة الحكومة توجه إلى كل الأطراب وتوجه إلى الطبقة السياسية وتوجه إلى كذا لما يقول الحراك الشعبي هذه المطالب باسم الحراك ما شو كل واحد صفحته في الفيسبوك يشوف فيها هي هي الحراك الشعبي واحد عنده مليون يتابعوا فيه على الفيسبوك خلاص بالنسبة لي هو الحراك الشعبي هو صاحب القرار في مصير الحراك الشعبي راك تتوهم راك تتوهم إذا تريد حقيقة الدولة حدث فيها انحراف كبير حدث فيها انحراف كبير ومن المحتمل مازال يخرج آخر وراهي السلطة تتوجه إلى مخطط العفو الشامل حابين يعفوا عليك جماعة الفيس مساكن ذوك اللي كاي الناس راهم في رومباز من ثلين وتسعين وثلاثة وتسعين راهوا كلهم السرطان وكلتهم الأمراض وكلتهم كل شيء يعفوا عليهم يخرجوا روحوا لدياركم دياركم وفي نفس الوقت يخرجوا فيهم بعض الأشخاص حابين يخرجوهم محكم عليهم ممكن جدا ينجؤوا لهم بعض الأشخاص واو كائن اللي ما يحتاجوهم اشتنوا منهم انت ما هو مشروعك مشروعك هو إسقاط النظام ما هو البديل البديل لازم تكون أرضية معينة لازم يكون ميثاق فيهم حتى جانب شرفي يتعهد به الجميع وكي يكون ناس تتكلم باسم الحراك ها هي ضوابط وعندما تتكلم باسمك الشخصي ربي يسهل عليك عبد الله بن عبروك يتكلم في فاتح فيسبوك ويتكلم ويعطي وجهة نظري يقول هذا راه يمثلني كشخص هذه وجهة نظري ولكن عندما يتكلم باسم جبهة الحراك ولا جبهة التغيير في الجزائر هذا شأن آخر كائن التزامات معينة غدوة يجي كل واحد في الحراك كل واحد قاعد في داره أكل لي الذي يكتب اللافتة للحب يرفع الرايا للحب يعلن الدين اللي يحب يقول لك لها حرية الشارع الشارع شوف الشارع عندما يخرج كما يقولوا يتفتت العقد الاجتماعي بين أبناء الوطن يحدث انفلات الشارع عندما يثور أرواح انتاوحتوية خاصة إذا ثار بدون أي مشروع سياسي وما تشوف هاش إيجابية بعض الغوغاء وبعض الناس محدودية النظر وبعض المغلطين يعني المغرر بهم يرون أنه عندما يندلع الشارع بلا أرضية سياسية وبلا قيادة سياسية بالنسبة لهم هذا إنجاز كبير هذا إنجاز فوضى لن يحقق شيئا في ظل أنظمة منظمة انت رح تخرج للشارع في فوضى واللي قابلك منه دولة منظمة عندها كل شيء يحترمي الرطبهم واحد ما يخرج على واحد وحاسبين ألف حساب وانت جايهم لا قيادة سياسية لا خطة عمل لا أرضية سوى الفيسبوك واليوتوب والقنوات الفضائية تهدر فيها وتريد أن تخرج الناس إلى الشارع عندما أقول لست ضد أن يخرجوا الناس أنا ضد أن يخرجوا أكذاك بفوضى يجب أن تكون هناك أرضية هذه هي المشكلة أكثر رح يسألوا ما هي هذه الأرضية حقيقة أن هناك عصابة تشكلت ويجب أن تسقط كيف ستسقطها المؤسسة العسكرية معاها المؤسسة العسكرية متى؟ رح تستجيب لك عندما تكون في مرحلة ضغط وضغط حقيقي بضغط فعلي ولا شيء يخافه المسؤول الجزائري مثل ما يخاف الضغطات تأتيه من الخارج بعض الجزائريين بغباء يجي يقول لكم لا أنتم جزائريين في الخارج تدخلوا هنا وهدروا يا غبي راه العالم عالم يعذروني على هذه الكلمات العالم راه ولا قرية صغيرة متماسك فيما بينه هؤلاء ما يخافوش منك إلا كيشوفوا أنه صوتك صار عنده صدى في الهيئات والمجتمع الدول أما إذا شاف صوتك لا يتجاوز الفايسبوك وتويتر واليوتيوب والستوديوهات التلفزيونات والله يخلك تكلم كما تحب ويدير واش تحب ونهار اللي تعواج عن الخط يهزي طيشك في الحبس ويخليك وهاهم فيه ناس راهم في الحبس راهم في الحبس فيهم اللي ارتكبوا حماقات أصلا وإن كانوا لا يستحقون السجن ولكن للأسف السلطة بالغت في هذا الأمر فيهم اللي ارتكبوا أخطاء فيهم اللي هذاك هو تصرفهم وفيهم اللي كان لديهم تأثير من الشارع فأرادوا التخلص منها فيهم كل الأنواع لذلك إخواني الكرام أنا نقول لكم حاجة أن الدعوات إلى إعادة الحراك الشعبي واستغلال الشهر القادم 22 فيفري بهذه الطريقة سارع الآن ضعوا أرضية ضعوا مطالب محددة والحراك إذا خرج يخرج من أجل هذه المطالب أما تعتروحوا قاع عندما تحكموا قب واحد على صحفية قال هيروحوا قاع ولا شعار ولا شعار الثورة الجزائرية ما هذه مثل ما كيين في مشاهد دول عربية واحد خرجهم للشارع قال لهم مثل هذه اللحظة الخالدة ولا رمز واحد قال لهم بنع ليه رب ولا أيقون واحد قال لهم أنا إنسان ما أنا حيوان رددوه كل العالم الثورات لأنها تبلغ فيها العاطفة مستوى كبير كل من يدغدغها بكلام مباشرة ينال الرمزي ولكن كي تحيصوا تبيس ما يحقق حتى شيء لكن من هي الثورات الناجحة يكون الشارع يضغط ويكون هناك رجال يخططون الرجال يتخططون إذا كان طريقك يأتي بالتلاحم مع المؤسسة العسكرية في تحقيق الأهداف أهلا بيه إذا كان يلتقي مع رجال ما زالوا في الحكم مرحبا بيها هذا يختصر عليك الطريق أما إذا كان تريد الصدام مع الجميع راهم أعداء كل يلتقي وله كتلة واحدة هم عندهم الدولة وانت عندك أشياء أخرى عندك الكلام وعندك الصوت فقط هما عندهم القرار والسلطة والشرعية أمام المجتمع الدولي وانت واش عندك واش عندك في أكثر الأحوال يعتبرك متمره واللي ديروا التهمة الإرهاب وانتهى الموضوع لذلك إخواني إخواني الكرام على السلطة هذا كلامي موجه إلى الجهة الناس اللي تدعو إلى عودة الحراك تجسدوا في كتلة سياسية في مطلب في عنوان معين هذا العنوان لديه مطالب هذه المطالب تمشي للسلطة إذا استجابت لها أهلا وسهلا وإذا لم تستجب لها على الأقل الشارع يخرج على بينا من أمره ما يخرجيش اليوم يطالب بشيء وبعد ذلك كما خرج خرجت من عهدى الخامسة وصلت قيد صارح دقاج ويروحوا قعوا والانتخابات العصابات وصبحت حتى ملفة التسعين تطلع ما هيش هكرة ما هيش هكرة أما السلطة أما كلامي الآن نوجهه للسلطة السلطة بهذه الطريقة أن تجبري أن الشعب يعود إلى الشارع بإنفلات وأمامك خيارين إما أنك تخليهم في الشارع تتعطي المصالح البلاد أو تستعمل معهم العنف ستكون مجرد بضاعة تستغل من طرف المجتمع الدولي لابتزازك والإضرار بيك ونهب ثرواتك ملفات حقوق الإنسان عندما تحدث في بلد راهي تستعمل لدى قوة كبرى من أجل أنه ينهب بها ثروات الشعوب والأمم ما جيش تقول لي ما يفكر ليش شنقريحة فقط شنقريحة إذا كانت أنت الآن رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي تذكر من كان قبلك في هذا المنصب جايد صالح الله يا رحمه نهار 19 مقلدين ويسام الصدر بعد ربع أيام مات أنت اليوم قادر تقلد ويسام قادر بعد نهارين تموت لا تنسوا هذا وها هو وشوف برك شوف يا شنقريحة شوف برك الجيش صالح لي كان رفيق دربك وكنت مع بعضاكم ها هو مات ولحمه يتكل من طرف صحابه ومن طرفك حتى أنت وغدوة تموت انت ويوكلوا لحمك اللي معاك الآن يضحكولك ويزوقولك في الطريق ما هيش هكذا الدولة الدولة تحافظ على رجالها المؤسسة العسكرية تحفظ قيمة رجالها تعلم الوفاء انت على العسكريين إلى بعضهم البعض تعولش اللي يرم بلاس يصاحبه يرفسه ومنشني حاب نهضر على الممارسات اللي صارت ما بعده رح يلقا يتصالح في الجيش هناك كثير من تفاصيل من يحاب ندخل فيها أيضا الرئيس تبون الرئيس تبون ركو عدت أو كنت طلع لك الفيسبوء اليوتيوب انتعب في الحملة الانتخابية ركو عدت أشياء لم يتحق منهم شيء منها رحت وعدت في باتنا قلت لهم ربعة ألاف تقريبا تعالناس يعادل إدماج انتاعهم قلت لش أدماجت منهم قالوا الترامل تمراست وين هو وقلت لهم في باتنا إذا ما درت شو ما حققت الأشياء هذه ذكروني ذكروني بهذا الفيديو كل أزمات وكل مشاكلها متروحة المعطوبي الجيش متقاعدي الجيش بالنسبة للشرطة بالنسبة لعاودوا استدعاهم الخدمة الوطنية الميل الفرع عندي أنا لما نتازم راني في ولايات راني في ولايات اللي الكلمة تسوى فيها أطنان سجلها عليا سجلها عليا إلا قدر ربي سبحانه والشعب قرر غضوة جيب هذا الكلام اللي أنا نقول فيه جيب لي الشاريط قالها واش قد في باتنا وراك ما تطبقتش وهم الجزائريين يذكروا فيه إذا كان ما عندك سلطة القرار الله غال لا تقدر تقول له ونحنا ننشوفه فيه أنه ما عاد عندك سلطة القرار أنت مجرد واجهة الآن اللي يحكمه رك رك جاء واجهة في وسط واحد المثلث شنجريحة شنجريحة خالد الزار محمد مدين المدعو توفيك هذا هو المثلث الآن اللي يلعب في اللعبة في السلطة بش يضبط أمور البيت الداخلي للنظام لا هذا النظام من المفروض أنك جيت يا تبون قلت بأن الحركة الشعبية والجزائر ومدحت ومدحت أخرجا مدح الحركة الشعبية الآن رحوا قل لهم ترهى الحركة الشعبية الآن قلت العصابة وذاكرتها في عدة فيديوهات وراح نخصص لك حلقة فيها نستشهد بأقوالك صوتا وصورة كنت تتحدث تقول فيها عصابة جزء من العصابة في السجن وكنت تقصد في هذا توفيق وغيره أهدر عليهم ترهى العصابة الآن لذلك إخواني الكرام أنه مشكلة كبيرة في الدولة الآن مشكلة كبيرة في الدولة الرئيس مقعد لا نعرف شيئا على سبب أنه مقعد السلطة لم تخبر الجزائريين بشيء يا رئيس الجمهورية إذا كنت تعلم فتلك مصيبة وإن كنت لا تعلم فالمصيبة أعظمه لأنه لا يعقل أبدا الناس كل الجزائريين يتساءلوا الرئيس على كرسي متحرك ولا بيان واحد يشرح سبب إصابة الرئيس في رجله ولا شيء ويجي عمار عمار بن حيمر هذا وزير الإعلام هذا الخباط جي هذا يجي يقول لهم آه يقول لهم الشفافية أو لا آه هي الدنيا بهذه اللغة تبنوا دولة بهذه الوجوه وهذه الوزراء هذه ترجع قيمة الدولة الناس ذركة تلجأ إلى التكتلات رانا مقبلين على مرحلة صعبة ما بعد كورونا ليس ما قبله شوف دول الخليج شوف كون وصلت الأزمة ببيل قطر ودول الخليج السعودية والبحرين والإمارات وزيد لها مصر وصلت الكسر العظم وصلت الإروح رجعوا لاتهامات واتهامات مضادة لا يمكن وصفها عندما استشعروا خطر المرحلة القادمة من حيث الجانب الاقتصادي الوبائي تغيرات في الإدارة الأمريكية وعودة عودة مشروع الفوضى الهلاكة مجددا مع بايدن شوفوا اش داروا التقوا بالأحضان وكأنه لا شيء أحدث شيء جميل أتمنى أن الجزائر والمغرب ثاني أيضا يلتقوه يلتقوا حلوا مشكلة الصحراء الغربية على مائدة مغاربية بعيدا على أي حسابات ماهي المغرب يلجأ إلى التطبيع مع إسرائيل ويلعب مع الولايات المتحدة الأمريكية ويجري في إطار ما يمس الأمن القومي الجزائري الجزائر تنقل كثرة من حكاية المخدرات اللي جايبها من مغرب تجيب زوج مواطنين مدريتش من وين وتظهرهم على أساس أنهم أنهم غاربة ويهربوا في مخدرات ووالله ينحلف لك ما عنده مش شركة سكروت والمخدرات بالمليارات وزيدوا ديروا معهم حوار في تلفزيون وولينا في واحد المسخرة اللي ما تصورش فيها يا جماعة رانا مقبلين على مرحلة صعبة جدا ومعقدة جدا ومن يعتقد غير ذلك فهو يتوهم مرحلة صعبة تحديات اقتصادية كبيرة فيها دول ستزول من الخريطة فيها دول صارت متوحجة دول دولية غربية صارت متوحجة بسبب الضرر الاقتصادي الذي لاحقها جراء وباء كورونا رايح تعمل المستحيل من أجل أنها تستعيد خسائرها ولن تكون وجهتها إلا الدول الغنية بالنفط والغنية بالغاز والغنية بالثروات الباطنية ومن بينها الجزائر ودول الخليج العربي لذلك بدل أن تتكتل وبدل أن توجد قوة أولا تكون قوة داخلية كيف تكون فالعلاقة بين الشعب والسلطة الشعب يكون يشوف حكومته يثق فيها مش يشوف فيها مصخرة الرئيس جاي على كورسي يمتحرك تدرق وما تصوروش وتحب تقنع الجزائريين أنه الرئيس لبس عليه توريهولي في قاعد في المطار انت عبو فاريك على كورسي بعدها يلتقي شنجريحة على كورسي يدير مجلس الوزراء على كورسي يوقع الدستور على كورسي يستقبل لكن الكونفيدرالية على كورسي يجتمع المجلس الأعلى للأمن على كورسي ما ظهرش واقف دقيقة وما كانش أدنى خطاب يشرح الوضعية كيف شرح تكون هذا المنطق هذا انتاعكم تحوسوا على الشعب يثق في الدولة انتاعه تحوسوا على الشعب أنه يسمعلكم انت ما شرحتلوش تقولهم لا مؤامرة يجي هذا بالحمر يقولهم مؤامرة خارجية من أجل ضرب استقرار الجزائر الكلام هذا يقولوا فيه من الستينات ما عادش يؤتي أكله الناس الآن تتعامل بشفافية يراه كل إنسان صار عبارة عن قناة فضائية ماشية بهذا الموبايل هذا في جيبه وهو قناة فضائية وتحوس تقنعونتها بلغة الخشب والدولة الجزائرية بصفة مبادئها أنها دائما تدعم الشعوب التواقة إلى تقرير قريب مصيرها وحريتها أروحنا هدرو على أرض الواقع واش من شعوب اللي دعمتهم الجزائر منذ عهد بوتفلقة والواحد الشعب السوري شاركت في المؤامرة على قتل وانهي الشعوب في تونس الجزائر تآمرت على النظام اللي جاء بعد الثورة التونسية الجزائر تآمرت عليه وأقصد النظام الجزائري في عد بوتفلق الاستخبارات الديالاس هي اللي أسقطت منصف المرزوق وفي ذلك الوقت أجرت معايا جريدة الصباح الصباح التونسية حوارا في صفحتين وكان أكبر حوار جريدة وقلت لهم أنا ذاك بأن المخابرة تعمل على إسقاط المرزوق ولذلك المرزوقي لما جاو يتحامل على الجزائر وكذا 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 في قضية الصحرة الغربية ولهذه الأشياء راه عارف واش قاعد يقول راه عنده معطيات اللي يتآمروا عليه لإسقاط ها يواشن شعب الفلسطيني واش قدمت الجزائر شعب الفلسطيني قدمت له الشعارات والدراهم تعطيلهم في الدراهم برك وهل الدراهم هذه توصل للشعب الفلسطيني الله أعلم الحكاية وما فيها أن الجزائر تدعم الصحراء الغربية وتدعم الشعب الصحراوي لذلك تريد أن تعتبر هذا الشيء يدخل في إطار أن الجزائر تدعم الشعوب التواقة إلى الحرية لو نكشف لكم ماذا فعلت السلطات الجزائرية وماذا فعلت عصابة بوتفليقة بالتواطأ مع نظام بشار الأسد على قتل الشعب السوري والله فيها ما يندله الجميل كل جزائري فيه دقلاء حيط الكرامة والعزة رح يخجل من هذا الموقع على شعب تعرض إلى حرب إبادة أكثر من مليون ونص قتلوا أكثر من 15 مليون بين مشرد والمغتصبات بالمئات الألف شيء فاضي ورح تأمر عليه ويجي ويقول لك أني مع الشعوب لتقريري مصيري خلي الشعب الجزائري أيضا يقرر مصير وسيد خليه يختار الحاكم خلي الانتخابات الشعب الجزائري ما زاله معاك شي يروح لصناديق الإبترا درته دستور وفطاه عليه ثلاث ملايين وهكما رح يديره خواني دستور ورح تزيده ديره انتخابات ما يمشي لها حتى واحد انت جيتت مص خربية وتحوسوا على الجزائريين يطبلوا فقط ويطبلوا فقط الجيش الوطني الشعبي سليل جيش التحرير جيش الوطني الشعبي مؤسسة عندها دورها الدستوري تقوم به انتهاء ما يحتاجش أن يطبله ولا نزمر إذا خرج حل طريق رحو خالص عليها إذا راح كافح الإرهاب رحو اختار هذه المهنة رحو اختارها رحو اختارها ومهنة ورح خدم فيها ويتلقى عليها أجر والدولة متكفلة به ويتلقى التأمين انتهاء ويتلقى كل شي شكرا لي شكرا للشباب اللي يختاروا في هذه المهنة الصعبة انتهى الأمر ولكن يوميا أنني نزمر ونطبل ونطبل لازم لي نقدس العسكر لا العسكر رحي مؤسسة عندها دورها البوليس رحي مؤسسة عندها دورها مؤسسات المجتمع المدني رحي عندها دورها المجلس الشعبي الوطني رحو عنده دوره كل شيء عنده دوره في المؤسسات الدولة يجي لازم لنا الرئاسة طالقة ذوبابها الإلكتروني عاول المخابرات لازم لتبون هذا انقدسوه تبون العظيم وجخلي وحد الجراثيم الإلكترونية في شبكات تواصل وحد يقول ولي أمرنا وحد يقول بطل وحد يقول أمة مثل هذه لا يمكن أن تصنع مستقبل الغنم فقط اللي يقصب لهم الراعي باش يطربها بذلك الصوت باش يديها وين يحبها وين يجي وقت يصرخ الشعوب عندما تقبل أن تتحول الأوطان إلى زرائب لا تلوم الحكام عندما يتحولون إلى جزارين كل مرة يذبحوا وحدة نعجة ومرة يذبحوا كمش بل يذبحوا أحيانا حتى الفحول فحول هذه الماشية من أجل فقط أعراسهم وحفلاتهم وطهورهم وزواجهم وكل شيء وحتى في جنائزهم الشعوب الحية تقبل بأدوار حية تقبل برؤى واضحة وبينة مش الرئيس اللي يجي يعطي لهم حاجة شكرا وتفرح له وتزغرت له يتوها الأمة أحيانا شوف أمهات يستلموا مفاتيح الشقق يبدو يزغرته ويشكره الرئيس مش مزية منه يا أمة ما تشكريه أعطاك حقك هذه بلدك وتحمل جنسيتها وعندك جوازها وعندك تعريفها وعندك رقمك فيها من حقك تسكنك الدولة وعندك حقك في الخيرات اللي تمر فيها البلاد إذن ما تشكرش الرئيس الشعوب لا تشكر رؤسائها إن أعطاوها حقوقها إذا تحولنا إلى شكر مسؤول على أنه أدى واجبه في المسئولية وأعطاه حقك صدقني سيمتن عليك وبعد ذلك يحرمك من حقوقك حتى دائما تبقى تطرب له بالشكر والتطبيل والتزمير الأمم الحية هي التي تأتي بحقوقها وبطرق ناجحة نحن خرجنا عام عام في الحراك الشعبي ماذا حقق الحراك الشعبي؟ أسقط عصابة بفضل لله أولا ثم دعم المؤسسة العسكرية وبعد ذلك بدأت تعود لأنه كان خطأ استراتيجي عندما دخلتم في صراع مع المؤسسة العسكرية لا يعني هذا أنه القايد صارح مقدس كما يتواهم البعض وننشر لكم واش كنتم نقول فيه وما زالت الفيديوهات حتى في قناتي هذه وبنحيتهو مش لأنني عندما انتقدت القايد صارح في تلك المرحلة كان يستحق النقد ولو تمكنت منه الدولة أنا ذاك ولا الشعب خرج في ذلك الوقت وسقطت النظام وسقطت القايد صارح لا كنت مدام من الذين يدعون إلى محاكمته في ذلك الوقت لكن عندما جاء الحراك الشعبي دار ذلك الموقف عصابة إجرامية كبيرة خطيرة كانت تستطيع أن تربح الجزائريين وندير بهم حالا دار موقف تاريخي أهلا وسهلا شكرناها ليه مات على ذلك الموقف ما نجيش نحاسبه الآن على أحداث حدثت ما بعد إذا كان نحمل للقايد صارح مسؤولية أنه جاء تبون نحمل أيضا دعاة الانتخابات مع العصابات اللي هما كانوا ساهموا في وصول تبون إلى السلطة لأنه في ذلك الوقت لو التقوا وحددوا مرشح انتاعهم وكذا 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 ما كانش القايد صارح يمنعهم لو كان درتوها ومنعكم والله سأبقى أنتقد القايد صارح إلى يوم يبعثه لكن ما درتوهاش قالك لا نديروها لأنه ما أكيد ما يخليناش ما كانش منها في علم السياسة أكيد قوم عليه الحجة حبي تجي دير هذا الشيء هذا القايد صارح رفضه ثم ما ركعتت بشروعية إلى النقد أما ما تدير الشيء وراهم يزوروا الانتخابات ووقف على انتخاباتك وبعد لما جالنا للدستور لما مرضت تبونه كان في ألمانيا بدأوا هذا والذي كانوا يقولوا لا انتخابات مع العصابات والذي يدعوا أيضا إلى انتخابات انتخابات يشاركوا فيها شوف المسخرة فقط لأنهم في هذه المرحلة يضغطوا فقط باش يطبقوا المادة مية وثنين على عبد المجيد تبونه يعزلهم الحكم تبون الآن راه وراهين عند عصابة جديدة تشكلت في السلطة وهذا للشخص أنا ما نقول هذا دفاعا عنه لأنه أعرفه بأنه ضعيف عندما تصيب إلى السلطة يا عزيزي لا عندك شعبية لا عندك أجهزة أمنية لا عندك جينيرالات معاك لا عندك حتى شي معاك لا عندك مجتمع مدني معاك لا عندك حزب سياسي معاك لا عندك قوى دولية معاك واش رح تكون قوي تبعد الهي في البيرو حاكم الكعشي ورح تقدر تدير فيها المسخرة انت يا عاكم والله لما خير أنا نلي انتقد في السلطة وكنت حطني في هذه الظروف رح نكون أسوأ من تبوه ولكن إذا أردت أن تحقق نتائج معينة يجب أن تكون ذكي وتتماهى مع الأمور كيفاش تمشي حتى توصل إلى نتيجة مليحة أما هذه راهي نتيجة رح انتخبت وخبت عشوة كل واحد في صفحته الحل في عودة الحراك أي مش المشكلة في الحل في عودة الحراك الحل في كيف ما هي الأرضية التي سيعود عليها الحراك الشعب إذا استطعتم أيها الدعاة الدعاة الحراك ولي حط نصبتم أنفسكم على رأس هذا الحراك أن تلتقوا وتصنعوا أرضية أنا أبشركم بأن كما يقولوا تبشير النصر قد لاحت في الأفق أما من غير ذلك فأبشركم أنكم على مقربة من الغرق هم هذا هذه الحل في عودة الحراك معناها الحراك يعود يرجع ويخرجون البوليسي يضربوه تصر فوضى يموتوا فيها جزائريين خلينا هكذا ننتقدوا بهذه السلطة السلطة أفضل من أن يموت مواطن واحد ما قلناكمش أنا لست غد أن يعود الحراك الحراك صار مطلب تفرضته المرحلة ولكن كيف سيعود الحراك لا يعود الحراك على الطريقة نتعى نوجدوكم في الفيسبوك الشعارات وأنتم أخرجوا كل واحد يكتب اللافتة وخلاص لا حل سقوط العصابة عودة العصابة شنجريح العصاب الغريب لهذه من الناس اللي يدعو الآن إلى عودة الحراك ما سمعتهم ينتقدوا في شنجريح ما تفرغين فقط للقيد صالح القيد صالح يا جماعة القيد صالح راهو مات والقيد صالح عنده جمهوره الحراك الذكي والمحلل السياسي الذكي هو اللي يحاول يستقطب من المفروض كيف يكون الحوار أيها الجزائريون نحن كنا مشينا في مصار افترقنا فيه ناس مشت مع الانتخابات صدقت وعود القيد صالح وفيه ناس رفضت الآن نحن مع مرحلة جديدة الناس اللي رفضت هاي مبرراتها بأنها العصابة ستعود الناس اللي أوثاقت في القيد صالح القيد صالح مات وهاي عادة العصابة اللي حربها القيد صالح الناس اللي دخلهم القيد صالح في الحبس هاي رجعت هكذا هاي رجعت إذن تعالوا نلتقي نلتقي على مائدة واحدة ونروح ما يدروا هاي سهل لأنه كل طرف عنده أجندة هناك اللي مرتبط بأجندة خارجية هناك اللي مرتبط بأجندة ما يسمى ثورات الربيع العربي هناك اللي مرتبط بأجندات آت صراعات خليجية وشفتوا شفتوا كيفاش كانوا استوردوننا الصراع الخليجي ودخلوا في الجزائر احملونا لفتات ضد الإمارات آت هذا محملين لفتات ضد الإمارات فيهم اللي منهي حملين لفتات ضد قطر وتركيا هاهمت صالح ومبيناتهم وانت ما زلت في الأزمة انتاعك أيها الجزائري العملة الصعبة انتاعك العملة انتاعك ما تسوى شي في العالم في أسواق العملة الصعبة الناس تبني دولها ما تجي تدخلني في أزمتك انت على حساب بلد الجزائر من المفروض تكون هكذا من المفروض تكون هكذا لذلك أنا أقول بالمختصر المفيد النظام الجزائري للأسف الشديد ما لم يغير ارتد اجتر وعوده المؤسسة العسكرية ارتدت على خطة القايد صالح الوعود التي أطلقتها المؤسسة العسكرية بدعم الحراك حتى يتحقق مشروع راهو مكانش الحركة الناس اللي خرجوا للجزائريين اللي خرجوا وطالبوا بالتغيير راهو صدموا صدمة كبيرة اذا الجزائر الان محتاجة الى عرضية عرضية واشكن يشارك فيها يشاركوا فيها الحركة الشعبية الطيارات المختلفة الواجهات الحزاب السياسية التي ما زالت تطالب بالتغيير ما كاناش تصفي لي حساباتك معاهم اذا لقيتهم بانهى قوة واحد عنده حسابات مع حمص يصفي فيها واحد حسابات مع جاب الله يصفي فيها حتى في فطرة ترفض الدستور الشيخ جاب الله يجي دير فيديوهات والله فيها فيديوهات شاهدتها يعني في المستوى المطلوب حقيقة تشريح حقيقي قانوني سياسي نعم نحن ضد الدستور وصح ما نسحقوكش معانا لأنك كذا وكذا يوب هذا والله لن تصنع التغيير شوف الذهنية الجزائرية فسدت في عمومها لا نعم فسدت خرجتنا أجيال ممسوخة فكريا وثقافيا وأخراقيا هذه الأجيال راهي موجودة في الولايات الدوائر البلديات موجودة في كل براس إذا كان ما استطعتش تنشر الوعي السليم على الأقل عند الرؤول للمؤثرين يكون لديهم تأثير فلا يمكن أبدا أنك تدير حاجة بل أنك والله العظيم تتخبط تتخبط وبعد ذلك إذا ما ربطوكش في حبس تسقط في فخ إذن إخواني الكرام حوصلة للأمر أنه بهذه الطريقة لا يمكن أن نصل إلى نتيجة واحد يجي يجيوا شفتوا يا بصبع نزرق إذا ما وصلنش للنهار نلقوهم خرجينه من مقبرة العالية يدوا يدفنوه في بلاسه وبلا ما يخبروا أصلا هكذا تلمش شامل أنت هدفك تغيير أما اللي هدفه تصفية الحسابات هذا ما تصنعش به لذلك أنا لما نشوف هذا الفساد الأخلاقي عبر شبكات التواصل الاجتماعي لا أتكلم عن الحشرات الإلكترونية بل أتكلم عن الناس الحقيقيين اللي على بالي بتأكد بأنهم حقيقيين في هذه الحالة والله نخاف على الجزائر نخاف على الجزائر ولذلك نقول بأن الدعوة إلى حراك جديد في ظل هذه الظروف مغامرة خاطيرة سيدفع ثمنها الجزائريون شعبا وسلطة إذا لم تكن هناك أرضية وتتم خلال هذه الأرضية إقامة الحجة على الرئيس يستبون شخصيا وعلى المؤسسة العسكريين أوجدوا أرضية حددوا الأهداف حددوا المطالب حددوا مراحل المراحل المرحلة الأولى هل يجب أن يتحقق المرحلة الثانية أما أنك تحدد أقصى المرحلة مباشرة يسقط وقع وبعد ما يسقط وقع تبنى أبدا أنت في مخطط بناء الدولة فهذه لا تقبلها لك الجزائر لا تقبلها لك العسكر في الجائر ولا يقبلها لك المؤسسات ولا يقبلها لك دول ولا تقبلها لك دول إقليمية ولا قوى كبرى ولا هيئات ولا أمم ولا ما يقبلها لك حتى واحد وانت هنا رك تخرف تحولت حتى أنت إلى حشرة إلكترونية ذات صوت طويل ولسان طويل وفصاحة في اللسان فقط لا غير ولا يهمك مصالح الناس رك جالس رك عايش في أي بلد أوروبي أمورك زينة أمورك تمام والجزائري خلي دبر عليه إذا خرج مات تبكي عليه تتباكي عليه في صفحاتك في الفيسبوك وبعد تحط رجل فوق رجل رك تشطح في دارك وإذا كان سجنوه أو تخسر عليه صورتك في البروفايل حتى حق محامي ما تبعثلوش هاني شفته وحد فيهم الناس والله العظيم رهم عانوا الأمرين والله ما بعثوا لهم فرنكو هو ما تعرف يدخلوا مدخيل لا تحسى ولا تعد جسدوا من المفروض أن هذا الحراك الشعبي يكون عنده هيئة سياسية يكون عنده أيضا هيئة اجتماعية تتكفل بعائلات الناس الذين يسجنون في الجزائر تجمع لهم تبرعات وأموال وهذه الأشياء تجمع للمحامين هيئة قضائية يكون عندك محامين في الجزائر مباشرة أي واحد يتوقف يروح يدافع عنه عنه إما اللي يتبرع أهلا وسهلا واللي ما يتبرعش يطلق عجره من طرف هذه المجموعة هذه هي خطة العمل أما غير هذا الكلام فهو كلام فارغ لا يحقق ولا يفيد شيئا ولا بل سيضر البلد ويهلك البلاد ويهلك العباد في نفس الوقت إذن حوصلة للأمر إخواني طولت عليكم بزاف أعذروني حوصلة للأمر أقول لكم حاجة وحدة أن الدعوة الحراك مجددا من غير أرضية وخارطة طريق راهي مغامرة ستدفعون ثمنها أيها الجزائريون لا تسمعوا إلى أحد إلا في حالة أن هذه الوجوه كلها التقت على مائدة واحدة ووضعت خارطة طريق ووضعت حددت الأمور والمطالب ونشرتها وأرسلتها إقامة الحجة في ذلك الوقت عندما يتحرك الشارع يتحرك على ضوء خطة واضحة وبينة ودون ذلك فهو كلام فارغ سيؤدي إلى التهلك فحافظوا على أنفسكم وحافظوا على أوطانكم ووطنكم وحافظوا على وجودكم وحافظوا على مكاسبكم أما الجيش الوطني الشعبي حذار ثم حذار أن تخسر ما تبقى من ذلك من تلك المكان المرموق التي اكتسبتمها في المرحلة الماضية داخل الجزائر وفي المجتمع الدولي وبين الشعوب والأمم إذا وصلتم على هذه الطريقة والله ستتحولون إلى بلتجية أو شبيحة أو مجرد وشهم مجرد شيتين يحملون البنادق ويطاردون الناس في الخنادق وفي الفنادق حذار ثم حذار أما الرئاسة فنقول للرئيس تبون راجع أوراقك كثيرا والله إنك تغرق والله إنك تغرق وسيأتي اليوم التي تصبح فيها رأي السابق إذا ما كنتش في شيء آخر وتأكد بأن بأن الذين يشيرون عليك بهذا العمل إن كنت صاحب قرار فهو الله يغرق فيك من حيث تدري أو لا تدري غير المحيط انتاعك ضع مستشارين في المستوى المطلوب خذ قرارات جريئة وصريحة وواضحة من أجل خروج الجزائر إلى شاطئ الأمان الأمنيات المسركشة والشعرات الطنانة والغنانة والله عمرها مابنة دولة قد تخدر ناس مؤقتا ولكن عندما يصفيق الناس من ذلك السبات والله تعرفوا شجيروا يكسروا ذلك البيت الذي هو أوهن من بيت العنكبوت اللي بنتهولهم بالشعراتك وكلامك الفارغ الذي لا يمكن أن يتحقق الأرض حذاري من الأقوال لا نريد أقوالا نريد أفعالا والأفعال تتجسد في مثل هذه المراحل اللي يتمر بها الجزائر نسأل الله تعالى لبلادنا الخير ولشعبنا الخير والله ليس لنا ناقة ولا جمل في الحكاية كل ما نريد أننا نريد الخير للبلاد ونريد الخير للعباد ونحب أي مشروع يحقق نتائج ينجح الشعب ينطلق في شيء يوصل إلى نتيجة أما ينطلق من أجلي لا نتيجة ويدور يدور يدور يرجع إلى ما هو أسوأ قبل المربع الأول فأعتقد في هذا حتى الجاهل ما يقبلها شرح شكرا لكم أحبة الكرام ألقاكم إن شاء الله على خير شكرا لكم على تعليقاتكم وحضوركم ومتابعتكم أرجو منكم والرجاء لله وحده نشر هذا المقطع وتوزيعه على نطاق واسع فهذا الخطاب نحتاج إليه كثيرا 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 جدا والجزائر أخطأنا بحقها جميعا ويجب أن نكون مصلحين لا طالح شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله